اهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين البنك المركزي اللبناني يتفاوض مع المصارف التجارية لمقايضة سندات تستحق في أذار مارس المقبل بأخرى بأجال أبعد والبنوك تخفض فوائد القروض اسرائيل تغرق أراضي زراعية في غزة بالمياه وتسبب خسائر كبيرة للمزارعين لتسويق محاصيل المستوطنات في القطاع المحاصر أنكتاد تكشف عن تردد الاقتصاد العالمي نتيجة الحروب التجارية وتؤكد أن تراجع النمو يعمق عدم المساواة بين البشر ويفاقم أزمة المناخ أهلا بكم يدرس مصرف ربنان المركزي طلب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إرجاء مقايضة السندات التي تستحق في أذار مارس المقبل في ظل ضعف الخيارات الحكومية قبل استحقاق بقيمة مليار ومئتي مليون دولار ويأتي طلب خليل استنادا إلى تحذيرات وكلة التصنيف الاقتماني كي لا تعتبر إرجاء السندات تعثرا انتقائيا ويتفاوض حاكم مصرف لبنان مع المصارف لإقناعها طوعيا بمقايضة سندات اليورو بونز التي تستحق في أذار مارس المقبل بأخرى ذات آجال أطول هذا وخفضت جمعية المصارف في لبنان معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار الأمريكي وأعلنت اعتماد معدلات جديدة بدءا من مطلع شهر كنون الثاني من العام الحالي الجمعية قالت إن قرارها لا يلزم المصارف بخفض معدلات الفوائد على الاقتراض ويعود لكل مصرف تقدير ذلك ربطا بالمخاطر في وقت يؤثر في القرار بشكل مباشر على معدلات الفوائد على الودائع لدى المصارف يذكر أن جمعية المصارف تقوم بتحديد سقف منخفض جدا لحق السحب من الودائع والحسابات الجارية وذلك بقرار أحادي من دون العودة إلى البنك المركزي الذي لم يبدي اعتراضا بدوره للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير المالي الدكتور بشير المر من بيروت أهلا بك دكتور بشير بداية إلى ماذا يشير قرار جمعية المصارف خفض معدلات الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار الأمريكي وهل من دلالة لتوقيت هذه الخطوة؟ بصراحة هي خطوة تصحيحية فينا نسميها خطوة تصحيحية وان جاءت متأخرة نحن نعرف أنه بشهر كانون الأول مصرف لبنان خفض الفوائد 50% على اللبناني صار 8.5% على الودائع وعلى الدولار 5% وترك المصارف يعني نتمنى على المصارف أنه تعيد النظر بالفائدة المرجعية على راحتها بقيت تقريبا حوالي الشهر لليوم أخذت هذه الخطوة وهي خطوة تصحيحية إلى إيجابيات صحيح لأنه اليوم فوائد كانت تقريبا 20% على اللبناني و16.5% فعلا على الدولار فعليا على الدولار يعني اقتصاد ما فيه يعني ما حدا بيقدر يقترض فتخفيض هالفوائد هيدا إجا لسببين أول شغلي لتفادي عدم يعني سداد الديون طبع المصارف لأنه اليوم كل الفوائد على القروض ارتفعت إلى 20% لنا على اللبناني كانت و16.5% على الدولار وهيدا رتب تكاليف كبيرة على القروض الموجودة لدى المصارف والتالي فيه كان خطر مخاطر لتسديد هذه الديون طيب كيف يتأثر الموديعون بهذا القرار؟ هل الجانب الإيجابي الذي الذي تفضلت بالحديث عنه يشعر به الموديعون وبلسيما صغار الموديعين؟ ما قاله يعني هيدا ما بيعطي أي إنعكاس على الموديعين هو له يعني إنعكاس على القروض يعني هون نحن عم نحكي عن الفوائد المدينة يعني التسهيلات المصرفية للمقتردين من المصارف هذه يعني إلى نفع للكلف الاستثمار وغيره اللي عم بيطرد من المصرف نعم فبالتالي ما إلى أي شأن هذه تحددت بتعميم مصرف لبنان بكانون الأول وبعا أنه منا كافي هل كمان اليوم يعني نترك للمصارف خيار التوقيت وخيار التعامل إن كان مع الموديعين ولا مع المقتردين يعني هذا أمر كمان يعني يسأل نعم نعم شكرا جزيلا لك الخبير المالي دكتور بشير المر كنت معنا من بيروت أيضا في لبنان طلب وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش اعطاء موافقة استثنائيا لدعم القمح المستورد لإنتاج الطحين الخاص بصناعة الخبز اللبناني حفاظا على الأمن الغذائي للمواطنين وعلى استقرار سعر الخبز بطيش عرض في كتاب موجه للأمانة العامة لمجلس الوزراء مسألة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية كافة والذي انعكس ضيقا على ذوي الدخل المتوسط والمحدود مؤكدا أن هذا الواقع يضع الجميع أمام مسئولية وطنية واجتماعية وإنسانية إلى غزة حيث فتحت اسرائيل سدود المياه التي تحتجز مياه الأمطار لتغرق أراضي المزارعين الغزويين وذلك على الحدود الشرقية متسببة بخسائر كبيرة لهم وهي سياسة تهدف إلى اقتلاع المزارعين من أراضيهم وتهجيرهم منها أحمد غانم من غزة مياه الدنومات المزروعة بالخضار على حدود غزة جرفتها اسرائيل بمياه سدودها متسببة بصدمة كبيرة للمزارعين الذين يتحسرون على ضياع موسم كامل كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر على مدة سنوات التدمير تام علينا إسرائيل يعني إيش اللي بدها؟ بدهاش أنا ناس تزرع ولا بدها تقلع ولا بدهاش؟ بدهاش؟ بدها تدمر يعني إرحل مننا فتح إسرائيل سدود المياه سياسة قديمة جديدة تضاف إلى جملة اعتداءات بحق مزارعي المنطقة الحدودية أهمها التجريف المتواصل وإحراق المزرعات بالمبيدات ومنع التصدير سياسة ترمي كما يقول المزارعون إلى اقتلاعهم وتهجيرهم من المنطقة التي تعد السلة الغذائية لقطاع غزة هدفهم دوم الشانو مزارعيين المزارع هلقيته لحد يكد وصار عليه ديون ماشي وصار عليه لتبع الأدوية يعني مش راح يقدر يزرع هلقيته كل المحصول يعني هذا اللي بنزع مرة بجونا بالرشاشات الدواء برش هو ماشي برش بحرقيش الليل خضرة تعتنا مرة بمية مرة بطخ علينا يعني بدون ميانا يطلعون من الأرض هذه وزارة الزراعة في غزة أكدت أن المياه أغرقت نحو خمسمائة دنم متسببة بخسائر تقدر بنحو نصف مليون دولار ضمن مخطط إسرائيلي يستهدف الإجهاز على ما تبقى من اقتصاد أهلكه الحصار تحت مبررات أمنية واهية إغراق إسرائيل الأراضي الزراعية الحدودية بالمياه جريمة متكررة تهدف كما يقول المزارعون إلى تدمير قطاع الزراعة المتهالك أصلا في غزة بفعل الحصار أحمد غنم غزة الميادين اتهم المدير الموقت لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين أنروا جماعات مؤيدة لإسرائيل بحشد تأييد البرلمانات الأجنبية لوقف تبرعات للمنظمة التي تعاني من شحن في المساعدات وقال إن الأنروا تعاني من صعوبات تتعلق بالميزانية بعدما أوقفت الولايات المتحدة وهي أكبر ممول للمنظمة تمويلها السنوي البالغ 360 مليون دولار واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل المنظمة بسوء الإدارة والتحريض على إسرائيل تراجع واسع لاقتصاد العالمي في العام الماضي هو الأطخم منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 والسبب الأول هو الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين والتوتر المستمر عفوا التوتر المستمر بين واشنطن وتهران ما ينعكس ضبابية على توقعات أسعار نفط موسى عاصي تدهور واسع أصاب الاقتصاد العالمي خلال العام 2019 يمكن أن يؤدي إلى نكاسات كبيرة تصيب التنمية المستدامة وأهداف خطة العام 2030 القائمة على مبدأ القضاء على الفقر فقد انخفض نمو الناتج الإجمالي العالمي إلى 2.3% بحسب تقرير وضعته منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة وهو أدنى معدل منذ الأزمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008 هذا التدهور سيساهم بتراجع الجودة الاجتماعية والبيئية وتعميق عدم المساواة بين البشر وتفاقم أزمة المناخ هناك أسباب متعددة لهذا الطباط أهمها تراجع مستوى التجارة العالمية في ظل الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين والضعف المتواصل للاقتصاد الأوروبي والدول الصناعية وسبب الثالث هو استمرار هشاشة الدول النامية وارتفاع معدل دينها الخارجي على نحو كبير خلال السنوات السبع الماضية التوتر في الشرق الأوسط والتصعيد المستمر منذ عدة أشهر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية انسحاب وصنط من الاتفاق النووي له دور في تراجع النمو العالمي لهذا الأمر تأثير مباشر في أسعار الطاقة ومواردها إلا أن الأهم بالنسبة إلينا هو تنامي الإجراءات الأحادية الجانب التي تمارسها بعض الدول وهي تتعارض مع الحاجة إلى إحياء نظام متعدد الأطراف فالتحديات العالمية والأزمات الكبرى لا يمكن مواجهتها فعليا إلا على نحو جماعي التقرير الأممي يحذر من أن تصاعد التوترات التجارية كما يجري حاليا بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يؤدي إلى نزيف رؤوس الأموال وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وبالتالي تشديد الظروف النقدية للبلدان النامية أحد أهم عوامل تراجع الاقتصاد العالمي وتعميق عدم المساواة بين البشر ناتج عن تخصيص جزء كبير من الثروات العالمية المتراكمة للأصول المالية بدلا من زيادة الطاقة الإنتاجية وهذا يؤدي إلى نوع من عدم التطابق بين القطاع المالي والنشاط الاقتصادي الحقيقي موسى عاصي جناف الميادين بهذا نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زور موقعنا الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية شكرا وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة